استضافت محافظة الأقصر المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات سهاج وقناء والأقصر وأسوان وأكد محافظة الأقصر على أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 تعكس الأهمية والمكانة التاريخية لها كما تأتي تأكيدا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح سيسي والتي من أهدافها مواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية وذلك من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية محافظة أسوان تقدم لها 188 مشروع على سبيل المثال احنا قدرنا في الآخر نقود الست مشاريع دي بالتصويت بدرجة أننا يمكن عادنا لحد آخر يوم في التسجيل كنا بنحاول أن نشوف الأفضل ونبدأ نرشح المشروعات بنقول أنه يعني اللي تم ده لصالح الدولة المصرية ولصالح المؤتمر القادم كوب 27 واضح من المشروعات التي اتعرضت أن فيه جهد مبزول على الواقع على الأرض الواقع وده بيتماشى تماما مع توجهات الدولة وبييتماشى تماما مع استراتيجية الدولة في تحقيق استراتيجيتها للتغير المناخي أن المشروعات كلها واقعية وجاية من المجتمع اشتركوا في القناة